إلى أحد شواطئ المملكة العربية السعودية توجهت الشاب أسماء البالغ من العمر 32 عاماً مرتدية فستاناً أزرق اللون فوق ملابس السباحة لقضاء يوم على الشاطئ مع صديقها في المساء يتحول الشاطئ القريب من مدينة جدة أكثر مدن المملكة فتاحاً إلى منهن ليلي وعلى أنغام الموسيقى الغربية يرقص الزوار السعوديون والأجانب بملابس السباحة طبعاً حاسة أنه أنا ما بدي أسافر لأنه بصراحة يعني كل شيء صار موجود فبعد رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات وإعادة فتح دور السينما والسماح بالحفلات الموسيقية المختلطة خصوصاً في جدة ومحيطها بدأت الدولة الخليجية في تقديم التأشيرات السياحية اليوم ومع مرور أربعة عوام وبعد السماح بالسباحة المختلطة يأمل الزوار المحليون والأجانب بالحصول على المشروبات الكحولية التي